السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا والعود أحمد حللنا أهلا ووطأنا سهلا يهلا بكم يهلا يحليل يحليل يحنيل يحنيل على الوسطى يا أستيك دور مئة وعشرين أمكين على القماطة على القماطة لأخو إذن دائما نجسد الحضور اليومي هذا هو الآن ولم يبقى إلا النزر القليل شهر المفاجآت هو هذا الشهر هذا الشهر ديال نوفمبر 2024 وما تبقى سيكون شهر تماشي إذن خلال لحظات وبعدها منكملوا هذا الفيديو وننشره خلال هذا الصباح ندير معكم أحد مباشر لنوضح الواضحات ونسفح التزفيحات ونبينوا المستور ومنقاع الخابية ومكان غشنطن كل شيء العبارات كنت نديروهم نتبنوهم كيف تشلابية والأواج ثم ونحن لن تجربة وننشره كيف تشربة مثل هذا الوزير لن يتجربة ونحن نخرجه وأخبر لك أعطي لك تشربة 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 يتعرف بالمديرين المركزيين والجئويين والإقليميين إلى آخرين ويعرف ليسيريز. أما بن موسى فقد ذلك كل شيء ترسل لي للتيران حتى الوزارة عاود هيكلها من جديد من ساسها الرسم كل واحد يضعوا في البلاس دياله وأي واحد عارف خدمته بالبيانية الكابيانية وكما قلت لكم أن هذه الموارد البشرية وإشراف على تنزيل الاتفاقات السابقة والإشراف والتتبوع للتنزيل السليم للاتفاقيات والمواد المتضمنة في النظام الأساسي يشرف عليها الكاتب الآم يونس السحيمي شخصياً. إذن اللجنة الدائمة هي اللي تهي قادها سلي بن موسى وتشرعه في سياغة الكتاب المدرسي في المقررات في المناهج في التكوينات في التنزيل السليم ديال القانون الإطار في التنفيذ والتنزيل السليم التتبع للتنزيل السليم للخارطة الطريقية. إذن الوزير لتتشر غير باش يعرف يعني لزانس لسيرفيس ديولو إلى آخر يخص صناعة في الوزارة خصوة تتشر. إذن يا إذن إذن ذاك الشي اللي قلنا لكم أن الوزير اللي جاء منصب سياسي نهض وقلنا لكم علش هذه الخطراء خلاوا رئيس الحكومة سيقوم بتعديل دي فيها 14 وزير تقريبا بين وزارة وكتاب عامي يعني وزارة كلهم يكونوا من الأحزاب اللي فرقوا القطة بين اتلاف الحكومة علش باش تكون عندهم صلاحية باش كون عندهم ميجوش قطة اللي بفتغطي قولي كودي حنا الاتفاقيات اللي سنتو واللي وقعتو را كانوا غادي التقنقرات التغلوب إذن خاص تكون لما جوريتي تكون من الأحزاب السياسية اللي انتخبوها الشاب وايذا را كمشتو حتى في داخل البرلمان جاءوا تاني وعرضوا عليهم وسمعوا الخطاب إلى آخره يعني رتاء مجاليس الأمة التي متل الشعب كامل النواب دير للشعب كامل تهم ورهم موافقين إذن ما الشيخ يجب أن يقفض على رأسه ويخرج ويدور في الأكاديميات في المديريات ينزل لتيران يعرف شكين يعرف بعد شكين في لتيران ويشرفوا ويجا تباعوا إلى آخره مهمة اللجنة الدائمارة قاتلية أو الدراع غايد دير عطاتل ففير باش دير أنه را غادي دير واحد المقرر موحد إبتداء من السنة المقبلة الرياضيات الاسبت فرنسية العربية كل شيء يقول لي مقرر موحد هذا من ناحية رجعوا الوحد الملف شائك يا شائك لكل شيء يركب ومن يبدأوا بعض النقابات التي يركبوه وقال لك حقا ما حقا أربما أرثني لماذا تنظر تنظر على الزنزان العشرة خليجي التاسع وهذه الحجاية تسقيف 14 سنة تسقيف شتو أنه النقابات التي يركبو عليها هذه النقابات التي بحل المشمع الخار تركبو عليها لماذا؟ لكي يستميلوا القواعد إذن نقابات الأخرى تهين تابت وخارفة البروطة وتهم قل لهم وما فيها بس واسي الوزير وشوف لنا حل لها الزنزان العشرة وهذه 14 سنة شوف كيف يتسقف كيف يتسقف؟ كيف يتسقف؟ الله أعلم تلك مباشرة لنعذرهم جيدا أعلم إذن بش لا إله لا إله لا إله الله محمد رسول الله لا إله لا إله لهم من تحضروا حلول ومن وفقوا عليها وتبته وتبتوها وتبتوها في النظام الأساسي وبمادة تسمى 81 وتبتوها والقرارات والنصوص التطبيقية لتنزل لتنزلها أما الأمور منتهية وبنمسمم شتى غيز وقع على أكثر من 42 نص صنديمي بين القرارات والنصوص ومراسين تطبيقية لتنزلوا هذا الشيء الذي تتفقوا عليه وقلت لكم وفعلا ذلك الشيء الذي كان أن أي وزير يأتي ما يقدر يزيد مين قص سيتبع السطر سيكمل ذلك الشيء الذي يلقى ذلك الشيء الذي يلقى سيكمله وراء كل مدير يرى عندها مدير ديالها سواء المدير المركزيين سواء الجياوين وراء كل واحد يتبع خدمته لأن خارطة الطريق قرار سماء بالموسى هذه خارطة الطريق فيها الفراغمون 2022-2026 سواء الجياوين وفق الموندى الأحنوش وزير سيكمل ذلك الشيء ذلك الشيء يقول استكمال استكمال التنزيل استكمال استكمال المدرس الرائدة استكمال الاتفاقيات والالتزامات والتنزيل المواد المتضمنة في النظام الأساسي إلى آخره واستكمال الاتفاق 26 دجنبير سيكون استكمال 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 حتى أن اللقاءات التي تديرون النقابات سيقول لك استكمال استكمال ماذا؟ النصوص التنظيمية من قرارات ومراسيم في حين أن جدوا الأعمال اللي كان الأساس وهو الحركات الانتقالية وهو الأساس هذك على هامش هذك الحوار تطرقوا المواد اللي اللي ينزلوا تقريبا أما تنزيل المواد لها لها لجنة مركزية لتتبع التنزيل السليم لنظام الأساس للمركزية من تتلاقوا هذه الساعة مع عيون الحماراتي تديروا استكمال وشوفوا القضية في الوصلات أما الأصل اللقاء هو الحركات الانتقالية اللي كانوا قالوا الأسبوع اللي فات اللي فات اللقاء اللي كان قبل أنه سيكون قرار نهائي الآن قال لك وديتنا نهار سبعة بخاصة بهاء التدريس اللي من بعد يزول الإدارية اللي من بعد كان فئات أخرى هذا هو الأصل ولكن بما أن كان لجنة مركزية التي تترأسها بن موسى وتكونوا في الكتاب وطنيين هذروا ثانية على استكمال يمكن أن يكملوا استكمال فهمت استكمال وحتى هذا الوزير غير استكمال ما غير زيت شيء من عنده إذا اللقاء غير غير استثمارات إبراهام الشراكات والاتفاقيات التي تتعلموا على الوزير التربية الوطنية الفرنسا استقبلها إلى آخره في حين كان يجب أن يخرج ويجعل تواصل ويجعل ندوة صحفية ويعرف براسه ويجعل هذا ويخرج في الأكاديميات وفي الأقاليم وفي الجهات إلى آخره يجب أن يتحرك هذه المادة 81 للأسف الشديد هي الآن في المرحلة الأخيرة للتنزيق ويقول أنه الوزير الوزير لم يكن حاضر معكم حاضر مع أساس عيمي هو الذي كان وكان يتعطيكم الملفات نار التي تتقدم في الكلفة المالية هذه الملفات ومن بينهم الملف ومن بينهم ومن بينهم ومن بينهم ومن بينهم ومن بينهم ومن بينهم تتحدد وفقة الآلية التي تتفقد عليها خمس سنوات تركتوا عار بعد سنين وزادوا عام سنة سنة أخرى أعطيبا عرية منيجا دار التجويد منيجاة الفناء باستة وعشرين قالتوا عليها إذا التنزيل سيبدأ بشهر ستة ومواسيس منيجاة 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 بدأت التفعيل للمادة 80 وعطوهم خمس سنوات اعتباري وتقيد بعد ذلك ما كان لديه حق في التقياد تقيد بعد ذلك تمنعه خمس سنوات وكان آخر فوج لديس في 2018 وعطوه خمس سنة سنة ومقيد ابتداء في 2023 في حين أنه كان خصوم يتقيد في 2028 إذا هنا تقال لك تسريع تسريع شروط يعني الترقي أو التقييد فقط لماذا تعطيت هذه السنوات الاعتبارية المرحلة الثانية أو الثانية هي من يعطوكم هذه السنوات الاعتبارية دار لكم إعادة الترتيب الوضعية الإدارية كان تديسل عشر من 2018 أو تديسل عشر من 2013 ودار لكم إعادة الترتيب للطرقية في الرتبة في الدرجة في الدرجة في هذه السنوات وفق الأقدمية للدرجة في الدرجة في الدرجة في الدرجة ودار لكم أقدمية في الدرجة في السنوات اعتبارية وهذه المسائلة الجوزافية التي تعطيت ترتب لها أنكم ترقيتوا في الرتبة من 2021 2023 إذن هذه الدوزة ينفاز للتنزيل والتفعيل للمده واحدة الثالثة الثالثة الترواز ينفاز إلى دغني أكفاز أو دغني عطاب وهو ستجمعوا اللي جنتون إياه وغيبته في الترقية بالاختيار اللي أصبحت لوائح جائزة وغادي يعني اللي وصل لعاتها برغ يدوز ستكون هناك حاصيز 22% فقط لغاية كي لا تسقف لهم يعزانوا يلا ستقيدوا للمرة الأولى عندكم 22% اللي يوصل لعاتها بغي يترقى وليما وصلش غي يمشي تلا عند الجاية التسقيف خاص فقط لمقيدين طرقية بالاختيار 2020 جداوي المستقلة ديالهم راد داروا في جداوي المستقلة أدوغ غادي دوزوب مفعول مالي 1-1-2024 انتم غادي الدار لكم طرقية بالاختيار الكوطة 22% اللي ترقى بصحته وراحته غايت تحسب لي من 1-1-2023 دار 120 مشكلة ما كنش معامن من الزقاليف